قلبي كان بيقول لي أنه عارف أني يهن وأنه جايبها معي عشان يزلني قدامها وقدام بنادي يضربني ويكسرني ويطلقني لا لا يا وفاق كامل أخوي يوم تربي معي وأنا عارفك كويس أكيد ما كانش قاصد أنت عايزة بقى الحق أنت زودتي يا حبتين ماما هو إحنا كده مش هنشوف بابا تاني؟ لا يا حبابتي ميلا قال كده ده أبوك وحبابك ده أنتو ملكوش غير وهو ملوش غيركو يعني بابا كان سايبني وسايب ماما عشان يتجوز واحدة تانية؟ أيوة يا حبابتي أيوة أبوكي كان سايبني عشان الزت التاني أبوكي بيكرهنا ومش طيق عشتوا معنا بات بس بقى يا وفاق وينفع كده تقولي كلام ده قدام البنات خلي حفاقل بكو سكوت يا حبا لا يا حبابي ببابا بيحبكم ما يستغناش عنكم أبدا بقولكو إيه أنا عامل رز بلبن وزمان وسقع في التلاجة بس يا بيت متعيتيش خليك يا حلو أمال انت واختك أمو يلا مش عايزين يعني مش عايزين قوموا كلوا يلا بقى يلا يا حبابي يلا يا نور عينياتي بوصة يلا يا ماما يلا بقسولوا الاتباع بعد ما تاكلوا هو ده اسمو كلام يا ولية يا عبيطة تتكلمي كده قدام البنات ده بيعمل يا خطر انهم عيال لسة صغيرين وهم مش باهمين حاجة هادي الحقيقة هو بيكرهني وأنا بكره بعد اللي حصل النهار أنا مبعدش طيقة عشان برحت ليك يا حباب صلع نبيعو فيك هادي حصل لتوصل لو في حد ممكن يحس باللي انت في ده مش هتلاقي حد يحس زي أنا أنا جوز يزابلني خمستاشر سنة ولا كان بيعبرني تعرف انه كان حتى في الاعياد كان بينسي يقولي كل سنة والتي طيبة كل سنة والتي طيبة دي كانت ممكن تتقللي تانين يوم العيد تالت يوم العيد ممكن بتتقلش خالص عملتنا ايه بقى الجننت وتشعوطت زي كده سكت شغلت نفسي مع أخواتي على فكرة الراجل بيحب الست العقلة الهادية مش بتعادي المشاكل وانت ما تزعلش مني مفيش أجن منك هدي نفسك كده وهو حيجيلك لحد عندك ده نظرة في وشي بناتك بالدنيا وما فيها هقوم عملك حبة لاما سلي انا بجد سلي انا بجد قائلا Apple أوขوه أخوه أخوه هعا ها ههي ها 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 الو أيمن مين معي أنا مونة مونة مين مادة مونة اللي كنت بكلمك عشات يا مونة ظهرة صبر أنت لسا عايشة سجلت أمرتك عندي من ساعة مدة تالي مش أنت كنت عايزني كلمك للزحدي transmitted today أنت في الزيتيني أنت فاضح دلوقتي أنت أмовشأ هوبا جد دي ولا اشتغالها على فكرة بقى انا باتكلم جد ممكن اجيلك في اي حتة انت عايزة اي حتة ازاي يعني طب انا قاعد في البيت الوحدي دلوقت تيجيلي البيت مثلا هجيلك وفاء نعم اللمون شكرا لابسة كده ورحها على فين رح اشم هوا مش نعصين مصايب ليه هو انت شايفاني دخلت المطبخ شدت سكينة عشان اقتله اهدي يا مونير كمالا اساسا مش ايه اللي هو فين هو فين البنات جوه قاعدين مع ماما طب خلي بالك عليهم هو بالمرجع خدي حرام عليك يا ايهاب وهو بشكله تعبان قوي ماينفعش يسافر بكرة الحقنا دي هتخلي زي الحصان على معد المحكمة ما تستموتش يا حسن لو اجلو لك المحكمة المراجي هيعملوها في يوم تاني خلينا نخلص بقى بره امش تقع بره افرد ايدك يا حج انا مش عايز اخذ حقا بس اخنة اللي عندك ديتها الحقنا ديه طلعت روحنا بالشفة ان شاء الله نام يا حسن نام اللي عندك دام الفكر نام لك شوية بس بي يا امه تعالي معي وانت يا مار وخليكي جام اهلا امه بابا بابا لو مش عاوزت وراح المحكمة بكرا ما تروحش محدش هيخصبك على حاجة الفر Berg tóل ايوة يا زنا ايوة حمت لا انا مش وار كدا با جيبش وقت حاجات يعني لا مش هارفع تاخر ولالالا مش طعب طعيب يا حمت طيب لأبع السلامانتي تسلمي دك يا أمم تسلمي أبني تفتل مالك يا أمم فيه هو اللي فيه أبوك ده دلع وخوف من بكرة مش كده تدرجة دي أمم بتحب أبويا وخايفة عليها الأن أنا خايفة يحصل له حاجة بس دمرنا يوجعنا ونحس بالزنب طول عمرنا ونقعد نلعن اليوم اللي تلعط لنا في الأرض ما تلاقيش يا أمم الحقن اللي أخدها تخليه زي الفل وبعدين بقى شوية الحنية دول ما بتلعوش قدامه ليه دايما كده مصدروا الوشي التاني الستة ما بتطلعش الوشي الحل إلا لو الراجل عطيتها فوق دماغ وانت عارف يا بوك الود ود ويتفش مني يدع انت بس يا أمم أنا يفضل وقف في صفنا خايف بكرة ما يشوفهم يلولو كلمتين في المحكمة يغير كل الكلام وقدام الأضن يغير ايه؟ أمنا أنا جئت المحكمة دي ليه؟ ربنا نستر على بكرة جلسة بكرة دي فيها كل حاجة هي اللي هتخلص الكل يا أم هم يا أم عنا يا رب يا رب استر حضر العشان فضل يا أمم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وفاق الحمد لله السلامة ماما جاءت ماما السلام عليكم حركم السلام ورحمة الله وبركاته وحسينا قوي يا ماما كنت فين قلقنا عليك ليه تأخرت يا ماما طب يلا بقى اعلوا معايا نكمل عميل الفشار ونعمل العشا كمان انت هتعملي ايه السلام وانت يلا يا حماي بشكل تمام مساء الخير يا حماتي مساء الخير يا بنتي انا مش عايزاكي تزعلي انا ديتلي ابني كمال كفو عاللي عمروا معك الصبح قدر خيرك يا حماتي انا ما بقولتيش اي كلام عشان اكبر بخطرك انا عارفة ان هو غلطة وهو اللي بتجمي ولما كلمته لقيته هو كمان حاسس بكده والنبي الله يخليك ما تفتحش الموضوع ده انا ما صدقت لم لمت نفسي عايزاك ردك تمر ايش معنى انا اللي نصيبي بقى حامل كده وحكمل للاخر ومالوا يا بنتي ده برضو المصلحة البنات ماشي ماشي المترجم للقناة 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 بينما نحن الأوراق لدينا تزب ملكية إبراهيم المالدوه في حافظة مصندات طرف المحكمة متالك إنا فاندم المسألة واضحة تماماً وفدها الرئيس حصل زرفة مناحهم من التسجيل ساعتها ما تتكلمش غير لما تستأذي وبعدين المحامي بتاعك بيكلمني تفضل قعد يا سادة الرئيس الورقة اللي موجودة قدام ساعتك عليها توقيع وبصمة إبراهيم الماندوه ومسجلة تاريخ لحق لتسجيل حجة الأرض في الجامعية الزراعية وبالنسبة للتسجيل في الشهر العقاري فتسجيل أرض تخص إخوات شيء منذات أهمية بالنسبة لهم وده مش معناها ضيع الحقوق يا سادة الرئيس وهل يصح أن أنا أبيع نفسي العين مرتين عشان خاطر أول مرة أنا مسجلتاش أمدة إيه اللي بيتكلم عليها الراجل الخلفان أنا أبويا أصلاً كان راجل أمي اللي كان بيعرف لا هيقرأ ولا هيكتب اللي بقى أمدة إيه اللي بيقولها عليها دي بصح يا أمدة إيه؟ أكيد مزورة طبعا بقى أصبح عليها بقى مؤخذة سادة الغاضي إنت مين؟ أنا جزء الحجة منيرة أنا الحجة قرد مخلوف أنا بس عندي معلومة عايزة نور بيها المحكمة يعني لما أغز يعني فأقولها المعليك ولا أقولها المحامي بتاعنا اللي بيعفش مننا أصلاً إحنا لما أغزة بقى بنفهم قوي في وصول المحاكم بعد إيه نساعدتك بس ممكن تفضل والك ما بيعرفش يوم دي طب رئيس بس إحنا بنتعن بالتزوير على الوراء دي تزوير؟ أيو ساعتك وورد جداً ساعتك إن البصمة دي تكون بصمة إبراهيم مندوها يعني تم أغزها بالتحايل عليه بسبب أو آخر لكن اللي يفضح سوق النواية ويبين إن فيه تدليس وخيانة الإدعاء بأن الطرف التاني مضى كيف لهاية المحكمة الموقرة تقر إن إبراهيم المندوه مضى على الوراء؟ معين إبراهيم المندوه دي بقى؟ رجل أمي لا بيعرف يقرأ ولا يكتب الكلام دي بقى؟ فين صاحب الوراء دي؟ فين حسن المندوه؟ أنا يا فن؟ إيه الحكاية حج؟ أخوك فعلاً ماضي على الوراء دي؟ فكر قبل ما تجاوم لو فيه تزوير، فيه حبس وأنت راجل كبير مش حملة ده لا حضرتك لتزوير ولا حاجة هو إبراهيم أخوها ما مضىش عن الوراء صحيح لأن إبراهيم أخوها ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب ده اعتراف بالتزوير؟ لا أسعادتك مش تزوير هو إبراهيم أخوها هو اللي بصم على الورقة لكن اللي مضى عليها الحجة صفية مراته والحجة صفية لسه عايشة؟ لسه عايشة ربنا اديها تطلعهم تمام اكتب تؤجل القضية لحين استدعاء الشاهدة الحجة صفية لسؤالها ما رفعت الجلسة؟ ما رفعت الجلسة؟ ما رفعت الجليسة أخوة مولتوديش لي لي على موضوع قمضة الحجة ده؟ احنا ما شفناش الورقة دي وما نعرفش عنها اي حاجة يعني انتو متعرفوش ازا كانت اموكم مضت على الورقة دي ولا لا لا طبعا ما نعرفش ما نعرفش اي تفاصيل كل اللي احنا عارفينه ان فيه ورقة مباعة مين بقى اللي كاتبها مين اللي مضى مين اللي بصم لا طبعا ما نعرفش الحاجات دي خالص طب احنا موقفنا ايه دلوقتي يا متر معلش موقفنا زي الفل الاضاية دي حتخلص الجلسة الجاية اول ما الحاجة تيجي وتقولنا موضيتش كل حاجات بزي الفل يباعت تم توبضوا فلوسكو ولو عزيني احبسلكو عموكو ايه احبسو ايه طبعا خالد اه باش امرد ايه باكلمني ايه باكلمني ايه امرد سلام سلام يا جماعة عملكم مساهمين كده ليه ما خلاص ربنا كارب الموضوع شاكله كده خلاص فيه على فاكرة لم يفكرتوش ان ماما ممكن تكون فعلا موقات الورقة دي ايه ده يا حاجة في ايه يلا بنا حاجة يلا حاجة ايه وبتاعة ايه بحطة اكل الناس تاكل حطة فلوس الناس تقترب بعضاها عملك ايه حاجة أمولية ما تخديش كل حاج على سيدرين كده يعني كان يعني يا عباس حد غريب بط يلا فينا بقى يلا يلا أخي سيارة كده يبقى الأرض ضاحت مادام الموضوع واقت على كلمة من صفية يبقى هل إيه العوض ومنه العوض أنا مش فاهمة هي مضت على المبايع بصفاتها إيه شاهدة يعني؟ هو ده بس أين أنت بالدقائق فيه يعني حكا كلها بعتعكف عك ربنا خرجنا منها على خير خير؟ هيجي منين الخير هتطعن فيك بالتزوير سنت صفية وهتجرجرك عالسجن حسب يا الله وانعم الوكيل صفية اللي حتجرجرنا عالسجن ولا انت اللي حتجرجرين على تربتي ما كله منك عادي تنكوش وتنكوش فيك فيها نار لحد ما وصلتنا اللي احنا فيه كان يوم يسه اليوم ما تجوزتك يا يا جماعة احدو احنا مفروض نتبسط النهاردة ما فيش حاجة من اللي انت بتقولي يا اما دي هتحصل مراتي عمي هتروح المحكامة ما قلتش هاد ان دي قمدتها بقى مرت ايه؟ تعرفها قدي؟ عشرتها؟ بقى مرت يا اما اللي عزت صاهنة عن الموضوع كانت انكارة ورقة المبايع دي اصلا ما اعترفتش بيها وقتلكو لحد عندكو عشان تتفاوض معاكو لكن يا اما ما عشرتهاش لكن الستي دي حقاني وطعت ربنا قول لها يا ابن قول لها طب وعز الجارة الله انا ما صعبان عليها غير صفية في الموضوع ده كله من الساعة ما اجملت ان انا جبت سريتها في المحكمة وعمال بدعيلها ربنا يكون فعونها وقدرها على وقفتها وصد عيالها قم يا هاب روح خد مراتك وروح انت مش كنت عايز تروح بعد المحكمة يلا حبيبي انا هخش اجيبلك ايات من عطبلية وتروح ويلا عمالي ليسود خير ياوا ان شاء الله خير يلا فضل ايوه انا مضيت على الورقة دي ايه؟ مضيت عليها؟ وانت يلي خليك يتمدي يا ماما هو انت كنت الشريكة في الارض واحنا ما نعرفش لا انا ما كنت الشريكة لكن باباكو قال لي امدي يا صفية امدي علشان حسن يتطمن ان انا جد في كلامي فمضيت الله يرحمه احسن الله كان رجل حقاني الله يرحمك يا بابا او الله يا خالد بابا كان حقاني قوي عارف لما كان يجيب لنا اكلة سمك كان يعمل حساب منابل قطط فاكر يا كمال اه؟ لا مش فاكر سمك ايه وقطط ايه اللي انت بتوليه لها مونيرة دوعته ماما يا حبيبتي الموضوع بقى في ايدك انت خلاص القضاية هتتحسن بكلمة منك في المحكمة وانت عارفة عارفة ان الارض دي حق انا وانت روحت العمي وقلتيله كده بكلمة منك تريحينا كلنا وبعدين يا ماما بابا عمل كده علشان يضمن حق عمي يا سيدي اخد حقه وبفوادي السنين كمان لكن اكتر من كده حرام ايوه يعني ايه؟ هو انا مطلوب منك اعمل ايه؟ يعني ايه مطلوب منك تعملي ايه تنت تروحي المحكمة وتشهدي ان الامضة دي مش بتاعتك فالمباعة اللي معاهم دي مايبقاش ليها ايه مخامس والمحامي اكد ان تاني يوم هتشهدي فيه حتم البيع وحناخد الفلوس هو ده بس اللي مطلوب منك اصدتك كله ونخلص بقى من الكابوس اللي هبق فوق دماغنا ده اه الناس دي متعبة عارفة حاجة اللي اسمه هاب ده رح نقاله بنقاله تاخد قرشين وتمشي المصلحة قالك بيني وبين كل محاكم اه تربقت فوق دماغه وفوق الدماغ اللي خلي فوقه خلي بقى المحاكم تنفعه صدق اللي قالك ادعياني الطمع وحش طب معليش يا جماعة انا عندك طرح ممكن يخلي ان نروحش لمحكامة تاني اصلا احنا ممكن نروح نتكلم مع ايهاب تاني وخصوصا بعد معارف ان موقفه ضعيف في القضية ده ممكن يخلي الوافع انه يتفاوض ومنين يعني انت بتقولي انه هو موقف وضعيف في القضية ومنين انت عايزنا ان نروح نتفاوض معاه عشان ياخد فلوس يا اخو دي خدوا ربنا ده ماخدش ملين بعد اللي عمله ده بقولك انت بتتكلم ليه اصلا مش كيفيها الخناء الزفت اللي انت عملتها معاه اللي قولة الخناء دي كان ممكن يمفيها كلام لكن انت عفتلتها على الاخر وانت بقى كنت مبسوط واعمال يبيع ويشتري فينا ولا كنت عايز نلبس طرحة وقعد مكسوف زي النسوان النبي عنده حق ولا حد ياخد مننا قرشة بيت هي الحاجة بس تروح للمحكامة تشهد وكل حاجة تتحل ان شاء الله احنا حنمش نوزع فلوسنا عن خلق ماما انت كويسة الحمد لله لكل شيء يا ابني ام الملك يا ماما سكتة ليه الادان يا حبيبتي الادان العصر اوهموني يا اولادي اوه انا مش عارفة روح الحمامة اتوضى هاتينا الميا في قطي يا حبيبتي يلا وصلنا ملعيني يا ماما حاجرلك ميا فتر وصلني يا يوسف الصلاة هي بس يا حاجة ده الادان لسه شغال علش الصلاة لملقاتيها يا ابني حبكت يعني دلوقت الصلاة لا إله إلا الله عمض الرسول ورأى سيدنا كنتو صرفكو يا يا اخوانا هاتقوموا تتوضوا فالله على وضوكم نعم ها؟ ايه؟ استغف الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حرما يا ماما انجمان يا حبيبتي مساعدين يا مونيرة أنا عايزة أمدد طب أخوتي اللي قاعدين مستنيينك برة دول يا ماما قلهم ايه؟ قلوا لهم خلصت الصلاة ونامت خلي كل واحد يوم بقى يروح يشوف حاله طب والنعمة الشريفة أنا كان قلبي حاسس ان انتي مش هتبقى موافقة على ولا كلمة من اللي قالوا هدول أصلي كمان يا ماما انتي ماضيتي معنا انك تقولي انك ما ماضيتيش تبقى شهادة زور كيفية يا مونيرة أنا مش نقصة كلام كتير ماما طقيب انت عندك فكرة ان انا اخوتي عندهم استعداد يبيته هنا لحد ما تسحي وما يمشوش لا انتي قولي لهم ماما نامت وهتبقى تتصل بك وبقى في وقت تاني يلا 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 عايزة نام اه اه يا رجبتي اه 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 ترجمة نانسي قنقر